السلام عليكم مرحبا بجميع متسبعي قناة الحميدي قبل ما غادي نبدأ هاد الفيديو بغيت ندعيه معاكم في هاد اليوم المبارك الذي يصادف 27 من شهر رمضان يا رب يا رب تسهل على اي واحد متسبع لقناة الحميدي وحتى لي ما هو متسبعش لها تسهل عليه طريق النجاح وبغيتك يا رب ما تحرمش شي واحد من هذي اللحظة السعيدة اذا على بركتي الله هذي قناتي الثانية اللي اسميتها الحميدي فود انتم كما كتشوفوا معي الحميدي فود اه بغيتكم كلكم تدخلو تشاركو فيها تضغطو على زر اه ابوني وتفعلو زر الجرس وهاد الشي كامل ما غاديش يكلفكم حتى ثلاثة ديال التواني يلي 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 هجو موجو موجو اذا على بركة الله نبدأ الفيديو ديالنا اذا الدخول الى ما صار اذا هذي واحد المجموعة حقيقتنا من نصائح واسئلة اللي كنت لقاها اذا غا نحاول انني يعني نجاوب عليها ونحاول نعطيكم ان يد النصة اعادوا السؤال الذي اتلقاهه باستمرار والساد راه ما بغاوش اعطوني ندخل المصار انا عطاكم نامون ميتال علش ما بغاوش اعطوك الدخول المصار لانه ضغط عليه بزاف انا عطاكم ميتال بحل عدنا واحد الباب الباب صغير ولكن الناس اللي غادي يدخل منه غادي يدخل واحد لأعداد كتيرة واش في نظاركم يمكن ان هذا العدد الكتير ديال التلمد يدخلوا في دقة واحدة ويدخلوا من الباب الصغير ما يمكنش طبعا ونفس الشيء بالنسبة لما صعر لانه عليه الضغط بزاف وكل شي يعني يبغي يدخل في ديال اللحظة معينة اذا كش يصفت لكم احد الميساج كيقول لكم برا ما يمكنش او لكيقول لكم الكود خاطئ او لشي هجاب حالك صفحي غير بشوية وان شاء الله يعني ستدخلوا غير عاودوا المحاولة ثم يعودوا المحاولة حتى يعطيكم دخلوا المسار ديالكم واقع استمارة توجيه يجب ان تكون المعلومات صحيحة قبل الموافقة على الطلب اذا ان شاء الله من اللي غا تكونوا كتعمروا الاستمارة ديال توجيه ديالكم خاص المعلومات اللي انتما كتعمروا المعلومات تكون صحيحة وقبل ما توافقوا على الطلب ديالكم تأكدوا من دوك المعطاية اللي انتم ما اعطيتوهو صفحي يعني كين عدد كتير منكم هذا غير نموذج مثلا ديال العنفيت نعطيكم مثال العنفيت اعطوهم يعني يملؤوا الاستمارة ومكتوبة يعني ورقة مشي هاد العماد العمر غا تملؤها في الانترنت اعوام اللي فاتس كي اعطوهم يملؤوا الاستمارة وراقيا وكي يخطئو عمتي اذا ما بالوكم تما انكم تملؤوها يعني في الانترنت تأكدوا شوية لكم والوقت عندكم الكافي تأكدوا المعطاية ديالكم والسمية ديالكم الى غير ذلك عدروا الموافقة على الطالع واخر اختيار الشعبة وترتيب هاد الشعبة حسب الاولوية اذا كتختاروا الشعبة وكترتبوهم كي اعطوكم الاختيار الاول الاختيار الثاني الاختيار الثالث وكتعمرهم واخر مثلا النموذج مثلا واحد تلميت بغي يدير جيد عن مشترك تكنولوجيا اذا ذلك يعمرها في الاختيار الاول ولكن في حالة ما ما اعطوه جيد عن مشترك تكنولوجيا ها اذا شو غي يدير غي يدوز الاختيار الثاني غي يعمر مثلا جيد عن مشترك علمي وفي حالة ما احتمى ما اعطوه شعني جيد عن مشترك علمي غي يعمر الاختيار الثالث مثلا غي يدير جيد عن مشترك المهني الخدمتي صافي اذا ادعيني دوال ترتيب هاد المسائل الكلها ان شاء الله غذيتلقاوها في الجهة الخاصة بتوجيه نهار ستفتح هذا المسألة هذه نعطيكم الدليل إذا نختيار الشعبه وترتيبه إذا شو نقول لنا هنا يا شوفوا معي يليجو تلاميذ المستويات المذكورة إلى فضاء المتامدرس باعتماد أرقام ما صار وأقنانهم السيرية الأقنان السيرية الكود الكود اللي كتجيبوه يعني بالتواصل ديلكم مع الإدارة ديال المؤسسة ديالكم الممنوح لهم من طرف مؤسستهم الثانوية ثم يقومون بالتعبير عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية أو تعديلها يعني عندكم حتى الاختيار تعديل هنا نجيل هذا شيء تعديلها في الفطراء المخصصة لذلك مع مراعاة هيا هاتش اللي قلت لكم هذا بقبل اختيار شعبه وترتيبه إذا هنا مع مراعاة ترتيبها حسب أولويتها ضمن مشاريعهم الشخصية إذا سترتبوها كما قلت لكم الاختيار الأول الاختيار الثاني الاختيار الثالث وخا عندوز النقطة الموالية يمكنكم تعديل المعلومات التي ملأتموها لكن في الفطراء المحددة وخا إذا بإمكانكم أنكم دوك المعطيات اللي اعطيتوهم متلا كين مثلا اللي غد يعمر مثلا شي شعبه معينة ولكن غير بقي فكار مع رسو غير قبيل ناديك الشعبه ما منسبهش إذا منحقوا أنه يغيرها ولكن قبل هذا التاريخ وذلك قبل 20 يونيو 2020 كآخر أجل هذه العملية سافي إذا وستنطلق عملية استمارة توجيه في مصار يوم كين دابت لامد في كون يقول لي أستدر سندخلوا المصار ولكن ما كالقوش يعني فين عمروا التوجيه دينا راه ما زال العملية ما انطلقت شوفوا معينة البلاغ الإخباري هو هذا سافي شنو قالوا لنا هنا أنا ما كيهم ناشا الشي كله غنمشي لكم مباشرة فقشات بدال عملية ويمكن للتلاميذ المعنيين التعبير عن رغباتهم في التوجيه نحو مساراتهم الدراسية والتكوينية حسب إمكان التوجيه المتاحة والتي تتوافق مع اختياراتهم النابعة من مشاريعهم الشخصية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 19 يونيو يعني 6 شهر 6 إلى 19 شهر 6 يونيو وشهر 6 صافي وذلك من خلال الولوج إلى فضاء المتمدلس عبر الرابط الآتي هالرابط وهذا قد نخليه لكم يعني في صندوق الوصف صافي إذن العملية غدت بدأ حتى الـ 6 حتى الـ 6 إن شاء الله يعني عاد دخلوا المصار ديلكم وعاد تعمروت من الأول الاستمارة ديال الرغبة ديلكم وخا وخا دخلوا دبا المصار ما هتلقاش هذه العملية دي هتدخلوا دبا وشوفوا إنه رافيه الدروس هتلقا فيه الدروس هتلقا فيه واحد مجموعة من الحويش صافي مهم إلا كان عندكم شي تساؤل خليهو لي في التعليق وما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة التانية اللي هي لحميدي فود إذن إلى الحلقة القديمة إن شاء الله وحد موفق للجميع